السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله هناخد نوع من أنواع الإساي المقال اسمه comparison and contrast إساي comparison أول ما اسمع كلمة comparison and contrast بفتكر المقارنة والتباين والوضوع يبقى أكيد الإساي ده هيقارن لي بين حاجتين يذكر لي المتشابهات والمتفرقات أو المختلفات يعني فيه نوع من أنواع المقارنة والتباين وسيتضح الكلام الآن إن شاء الله what is a comparison and contrast إساي يعني comparison and contrast إساي التعريف يا جماعة definition بتاعتنا يقول لك أن إساي that examines similarities and differences between two or more subjects زي ما قلنا يقول لك السيدة بيفحص examines similarities and differences between two or more things or subjects بيشرح لي similarities متشابهات و differences المتفرقات والمختلفات between two or more subjects لو فيه موضوعين أو أكثر بيشرح لي فيهم إيه الحالات المتشابهة بينهم ويهي الحالات المختلفة بينهم حيبانة بالأمثلة طبعا الـ subject بتاعته طبعا قولنا can compare ideas, events, people, countries or places بيقدر يقارم بين الأفكار والأفكار والإفكار 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 والإحداث والمناثبات الـ people, الناس, الـ countries, البلاد, places, الأماكن طبعا الـ structure بتاعته organized to highlight connections and distinctions between things بينظم أو بيتكتب عشان يوضح الصلاة والاختلافات الشغل أن نعيد ونزيد في الكلام يعني من الآخر الرجل ده هيجيب لي فكرتين أو حدثين أو شخصين أو بلدين أو مكانين أو أكثر طبعا ويبدأ يعمل إيه؟ يبدأ يعمل لي يعني مقارنة واضحة بينهم يذكر فيها المتشابه بين هذين الشخصين أو البلدين والمختلف بينهما واضحة بتاعته لي الفكرة طيب الـ key elements بيقول لك إيه؟ the first key the first key to writing a successful comparison contrast is to organize it carefully بيقول لك أهم حاجة الكي المفتاح بتاع الموضود عشان تكتب حاجة كويسة في الـ comparison والcontrast إيه؟ انك تنظمه بـ carefully بعناية in order to structure your essay عشان تنظم الإيه بتاعك ده you need to select انك تختار which things you are going to compare الحاجات اللي انت عايز تقارنها then you need to choose the specific points of comparison بعد كده تشوف الحاجات المعينة اللي هتقارنها or factors أو العناصر دي that you will use to explain the similarities and the differences you identify تمام؟ طبعا كلام برضو إيه؟ يعني مش عايزي يعني مفهوم وخلصان يعني بيقول لك خلي بالك ان اهم عنصر لما تيجي تكتب المقارنة انك تذكر لي مقارنة بين الاثنين وتختار الأشياء التي ستقارنها تمام؟ حيتضح المثال بس ممكن اقول لك بسرعة يعني انت مثلا بين بلدين مصر مثلا والسعودية بتقارن بين عدد السكان بتقارن بين المساحة الجغرافية وهكذا فاهمني؟ يبقى you should اول حالة يبقى لازم انك تختار ايه؟ تختار اللهم صلى على سيدنا محمد النقاط اللي انت هتقارن وهيبقى ندر وقت اكتر كل ما نتعمق اول حاجة بيقول لك ايه؟ key elements العناصر الرئيسية في الموضوع pieces for comparison establishes common ground between subjects being compared اساس المقارنة انك تختار اول حاجة بسموه حدث مقارنة ما ال common ground between subjects يعني تجيب لي حاجة مشتركة بين الاثنين الدولتين مثلا عربيتين اسلاميتين تمام؟ تبدأ بالمتشابه الاول بعد كده organizational structure تنظم المقال ده بحيث choose between point by point or block method for presenting information هتختار بقى هل انت المقارنة هتبقى نقطة بنقطة يعني هتقارن بين حتة بحتة جزء بجزء طبعا حيتضح الكلام برضو احنا وجايين بس هو هنا عايز يقول المقارنة نفسها للمنظمة هل هتقارن كل نقطة ومعلومة بتذكرها مثلا عن الدولة دي بالمعلومة الاخرى عن الدولة دي ولا تتكلم شوية عن الدولة دي ثم تتكلم شوية عن الدولة دي تنظم point by point نقطة بنقطة حتة بحتة جملة بجملة ولا block تتكلم شوية كده بعد كده ترجع تتكلم عن الدولة التانية ده نظام برضو خلي بالك انها equal treatment of both items or subjects throughout the essay لازم ايه يبقى فيه يعني نقول ايه عدل او مساواة للحاجة دي ما قلش اتكلم على واحدة واسهب اتكلم عشان هي بلدي مثلا ومفرحا بيها واترك الثانية والغرض منها مش الكلام عن بلدك الغرض هو المقارنة بين البلدين تمام؟ يبقى اول حاجة تبدأ ب common ground اللي هي حاجة مشتركة وتنظم هل تقرر من الاول هل هي point by point ولا block method وثالث حاجة لازم تبقى متوازن طيب developing a thesis statement طيب ال thesis statement بتاعتها فاكرين thesis statement thesis statement معناها جملة الاساسية الفرضية الادعاء اللي انا بقوله اللي هو لب الموضوع اللي بيقال في ال paragraph الاولاني ماشي؟ بعد المقدمة في نفس ال paragraph اه ايه بقى thesis statement هنا لازم تبقى clarity clarity state that is being compared that is being compared لازم تبقى واضحة الجملة اللي بتقارن and the purpose and the purpose والغرض من المقال specificity طبعا دي ايه التحديد يعم وال significance طبعا الاهمية يوجد انا عايزة وضوح وتحديد واهمية وضوح الكلام واضح narrow down the focus to the specific to the specific to the specific to the specific aspects of comparison توصل للحاجة اللي انت عايزها بعد كده significance اللي اهم يابه ليه comparison دي matters ليه مهمة or what is reveals انا ليه بقارن يعني thesis statement لازم تبقى clarity واضحة specificity وتكون محددة وتكون significance طيب نيجي بقى للحطة اللي قلنا المقارنة دي تكون ايه حتة بحتة point by point ولا الجملة يعني ولا مجمو ولا زي paragraph او block block by block بقولك in point by point organization each point of comparison becomes the topic of a paragraph في نظام point by point organization نظام ده كل نقطة من الكمبارزن becomes the topic of a paragraph تبقى يعني هي the topic بتاع البرغراف As you discuss individual points you describe both similarities and differences You can put the paragraphs in any order you wish perhaps in order of importance يعني بقول لك في النوع اللي هو point by point organization ده انت بتبدأ تتكلم على الدولتين مثلا تمام في التوبك في التوبك بتاع البراغراف كل البراغراف قسكو يعني لان الاسي كذا براقراف اكثر من براقراف بعد كده تناقش individual points يعني الافكار واحدة بواحدة المتشابهات و المختلفات فهمينها يعني انا في نفس البراغراف في البراغراف طبعا اي براقراف دينا جوه الاسي حتى في منه يعني اللي هو ايه الفكرة الرئيسية بتاعت البراغراف وبفرع منها طبعا طيب اجي اجيب ايه بقى اجيب النقطة اللي انا اعزا نقشها تعداد السكاني مثلا المنطقة الجغرافية بتاعتها واقوم ايه اقارن بين الدولتين فهو point one مثلا التعداد السكاني مصر كذا السعودية كذا الجغرافية مصر كذا السعودية كذا ثالث حاجة مثلا اللغة او اللهجة او اي حاجة يعني مصر السعودية مثلا ايه يبقى point by point انا باخد كل البراغراف كل البراغراف عندي بيتكلم على نقطة و اقول الشيئين او الثلاثة او الاكتر اللي بقارن بينهم ايه اللي خصهم في النقطة دي ماشي تعداد السكاني في الدولة دي و الدولة دي ده point by point اه دي مثال الحمد لله مثلا point of comparison نقطة المقارنة اللي حتتقارن في البراغراف number of children يعني عدد الاطفال او living arrangement الكالتشر الفلانية دي مصر مثلا من واحد الاثنين او بتكلم على عائلة ماشي عائلة فلان عائلة احمد عنديهم من واحد الاثنين عائلة علي من خمسة الستة same or different لا different مختلفين طيب living argument living arrangements each set of parents and small children lives separately بيعيشوا الوالدين وال small children بيعيشوا ايه separately متفرقين كل يعني كل العائلة بتاعدهم بكل زوجين كل زوجين يعني يعني مش عائلة كبره هما بسموها العائلة النووية يعني اللي هو ايه اللي هو الاب والام وعيالهم بيعيشوا ايه بشكل منفصل هنا بقى العائلة والعائلة والعائلة والصدقين 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 دي اللي بعيشوا ايه منفصلين لكن في مبنى واحد او فيه زي يعني عمارة واحدة كده مختلفين difference واضح الفكرة يبقى انا باخد نقطة تمام وافرع عليها المقارنة الكلام على الدعم المالي يحصلين للعائلة دي والعائلتين اللتين يقارن بينهما داخل البراغراف Both parents work outside the home الأبوين بيشتغلوا برا Both parents work outside the home برضو الوالدين شغلين برا برا البيت يعني هنا كده مختلفين ولا متشابهين same same متشابهين هنا كانوا different different هنا بقى the same rule of grandparents دور الجدين يدورهم في الحياة occasional visits بيزوروا بس هنا primary child care provider طبعا مختلفين كده هنا يدوبك بيزوروا هنا اللي هم child care بيعتنوا بالأولاب يبقى the different مختلفين دورهم age of adulthood عمري بتاع البلو when they get married لما يتزوجوا العيلة دي عيلهم لما يتزوجوا بيعتبروا بلغوا وكبروا وخلاص ونضجوا يعني هنا when they get married برضو يبقى the same تمام واضحة الفكرة دي النظام اللي هو point by point وانا شغال اكتب a essay يبقى هكتب a essay وهكتب في topic منفوق في كل paragraph اتكلم عن نقطة ايه؟ عن نقطة مثلا number of children بتاع العائلتين انا كتب المقالة عن family life in culture مثلا مصر والسعودية تمام من حيث وقية من حيث وعدد الاطفال تمام يبقى هعمل ايه؟ حق قارن بين الاثنين دول عندهم من عائل الاثنين وده اللي عائلتهم بيخلفهم من خمسة الستة يبقى دي ال ايه؟ different اختلفين وهكذا واضحة ان شاء الله اهو مثال ما شاء الله اهو مقال اهو يلا بصوا معايا كده نجرب سرعة ناخد فكرة حتى على السريع متكلم على online learning قبال اهو مقال مقارنة مقال فيه تباين وفيه تشابه اهو زي ما اتفقنا نوع ده من المقالات اول حاجة عاوز منك تقارن بين حاجتين تتوقع لدوه انه بيقارن بين حاجتين اوقتها بيقارن بين ايه هنا online تمام learning على او بيقارنه بين person learning التعلم والتعلم المش online التعلم ال online وتعلم الناس بتشوف بعض هالعرض الواقع اهو شوف بقى بعملها ازاي learning can take a place in many ways شوف الدخلة التعلم ممكن يكون في عديد من الاماكن او بطلغ مختلفة two common methods are الاشهر بقى online learning and in person learning دي الاشهر الاثنين each has benefits and challenges في منه فوايد وتحديات and people often wonder which is more effective من الاكثر يعني فاعلية online learning and in person learning differ in flexibility interaction and learning environment مختلفين طبعا في flexibility المرونة interaction والتفاعل البيئة نفسها طيب دخلة حلوة بيقولك انا هتكلم على ايه وقالك بعد كده الناس بتختلف مين فيهم المتفاعل وكل واحد اللي هي ايه تمام بيختلف في واحد اثنين ثلاث ثلاث حاجات طيب الواحد اثنين ثلاث حاجات فاكرين لما كنا نقول الحاجات دي هو نحنا بناخدها ونبدأ كل نقطة من دول نخلي عليها صح اهو هيبدأ بال اهه بال flexibility تمام انا مش بنقول ان هما دي لها بيختلفوا في flexibility وال interaction وال learning environment كل واحدة هتبكى بارغراف اهو بس كل واحدة من دول بقى على سبيل المقارنة لان هو ده الاس ايه بتاعنا النهاردة مش احنا بنكلم على اس ايه بتاع المقارنة اهو ايه المقارنة هتسهل بقى بقولك واحدة مختلفة between online and in person is flexibility flexibility online learning is usually more the online طبعا more flexible because student can access lesson from different words and sometimes even complete work at their own place pace بقولك لا هو طبعا اكيد ال online لانك انت شغال في مكانك والطلاب access بيوصلوا لل lessons للدروس من اي مكان from anywhere this makes its deal تمام its deal for students who have busy schedules اللي معهم طبعا ايه يعني جداول صعبة و مشغولة تمام على طول حيجب لك in person مش هوا مش تكلمنا عن online يدخلك على in person اللي هو المش online اهي مقارنات on the other hand requires students to attend classes انو يحضروا الكلاس at specific times تمام تمام which can be less convenient تمام اه which can be less convenient تمام طبعا مش مرضي جوي اه وهكذا حلو يعني واضحة مش عازين نشرح كل كلمة بعد كده interaction الانتراكشن اهو flexibility خلصناها هنخش الانتراكشن برضو مقارنة وهكذا interaction with students and classes is another area where online and in person different in person classes allow students to interact وهكذا مش عازين نشرح كل كلمة يعني هو هيقارن بين الانتراكشن والانتراكشن والانتراكشن اهو شرحنا واحدة فيهم كفاية دولة ودولة ودولة نفس الكلام هشرح الانتراكشن بين الاثنين التفاعل هيكون ازاي من الصالح مين من الاكتر يعني تمام يعني اكيد اه يعني اكيد الانتراكشن في التفاعل هيبقى ايه اقوى على العجلة تمام يعني البيئة بتاعة الانتراكشن اللي هو المش اولاين تمام لو انت مظبطة هتفقى طبعا المفروض انها ايه انها اقوى تمام وبعد كده في الاخر هيجيبلك الكونكولوجان وحيبدأ ايه يلخص الكلام تمام فعلا كل باراغراف منيهم ناقش نقطة معينة وخلصها في البراغراف نفس عشان كده نقطة بنقطة خش بقى على البلوك أورجنزيشن ده النظام التاني بقى في المقارنات في البلوك أورجنزيشن انت ممكن تناقش يا اما المتشابهات في الاول تحكي على المتشابهات كلها الاول اول اختلافات ديفرانسيز فارس حنشوف في المثال تمام 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 متشابهات و بالتبع المتشابه 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 المهم انك تفهم المتشابه وما الفكرة بتاعته فكرة بتاعته انه بيبدأ يعني زي ما قلنا بيتكلم على المتشابهات مرة واحدة او الاختلافات مرة واحدة ويخلصهم بعد كده يتكلم على التانيين مثلا حنوضح بالمثال بيقولك يعني انا بتكلم على مثلا عن مصر يبقى اخلص كل النقاط الخاصة بمصر الاول تفاهمين حتى دي؟ مش بقارن نقطة بنقطة زي المرة الفاتحة دي ترانزيشن تبقى ايه؟ تنتقل بعديها ب السعودية مثلا بجملة كده تنقل نفسك من خلينا في المثال بصوا كده المثال ده حيورينا الفرق بين point by point اي سي او الطريقة اللي بنعمل بها مقارنة احنا متكلم على نوع من النوع المقالة اسمه contrast او اسمه comparison and contrast اي سي يعني اخلص حاجة واشتغل في حاجة ثانية مش نقطة بنقطة زي ما اخدنا مرفض طب البلوك نظام البلوكات ده او البلوك ازاي ادي المثال زي كده مثلا مثلا نقول لك people هنا بيقارن لك بين city life والcountry life حياة المدينة وحياة القريب بصوا كده هيقارنها ازاي هل هيقارن يخلص متشابه او مختلف نقطة بنقطة ببنجبونج كده ولا هيتكلم على المتشابه مرة واحدة او مدينة مرة واحدة في كده طريقة بصوا هنا هيقول people often wonder whether city life or country life is better طبعا ده التوبك او او الدخلة او الثيسيز فهذا مش هو اللي حيبين ده اللي حيبين لك الباقي بس each difference offers a unique life style and choosing one over the other depends on what and individual values city life and the country life differ in terms of convenience or community and the pace of life طيب ده طبعا ايه المقدمة زائده الثيسيز اللي هو الادعاء اللي انا بدعيه طبعا ده مهم للغاية لكن انا اعز اوضح في اللي جاي ازاي المقارنة حصل بصوا كده city life بصوا city life city life city life is full of conveniences cities have many stores restaurant لاحظين انتو شغال على التكلم على city life طيب مش هيجيب سيرة country life في كل البراجراف طبعا فهمتوا يعني ايه كلمة block دلوقتي هناك كان في نفس البراجراف بيجيب التشابه بين الاثنين او الاختلاف بين الاثنين بيمسك نقطة ويخلصها بين الدولتين مثلا هنا لا عشان كده موجود بيسمية block يعني حتة واحدة اتكلم في براجراف كامل عن حاجة واحدة او عن الشيء اللي انا بقارن به وخلص فهنا بيقولك ايه او شغال cities have many stores restaurant and entertainment options if you need groceries you can usually find a store just around the corner similarities cities cities often have excellent public transportation make transportation اللي هي الانتقالات اللي هي الموصلة making it easy to travel without a car in addition to these conveniences city life malha offers a variety of activities فيها انشطة كتيرة there are theater شغال يتكلم على مميزات الحياة في المدينة خلصنا البراجراف ده خش على البراجراف الثاني on the other hand country life خش على القرية يبقى انا هجيب مميزات المدينة مرة واحدة اهو في بلوك وخش على مميزات وعيوب القرية في البلوك التاني ايه كنتري life is peaceful and relaxed unlike in the city there are fewer shops and restaurants so residents often travel to nearby towns for those needs و هكذا واضحة when comparing life city life and country life the main differences lie in lifestyle priorities people who enjoy quick access to facilities and a busy schedule may find city life more satisfying in contrast those seeking relaxed environment و هكذا خلاص يبقى هنا تكلمنا عن تمام city life وهنا تكلمنا على country life تمام و هنا في الاخر ذكر الملخص الكلام او المقارنة بين الاثنين لكن هو المقارنة واضحة من paragraph 2 تمام بقى transition signals for comparison and contrast to say يعني عاز يقولك انت لما تكتب مقال بالشكل ده بالذات نظام البلوك يعني لما تستنتقل من الذي تكلمت عنه الأول موضوع الأول إلى الثاني لازم بقى فيه انتقال أو فيه إشارة للانتقال